موسيقى 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 مشاهدين يهلا مرحبا فيكم في برنامجكم المؤشر والانصلاة فيه الضوء على حركة التدولات في برصة الكويت مشاهدين الله الحمد يعني لون أخضر جميع المتدولين يحبون هذا اللون هو اللون الأخضر في لون التفاؤل عندنا القطاعات كلها السوق العام السوق الأول والسوق الرئيسي كلهم مكتسين باللون الأحمر لله الحمد وفي إيجابية في تدولات هذا اليوم وهو اليوم الأول من تدولات برصة الكويت لشهر يوليو وأيضا اليوم الأول من تدولات الربع الثالث لبرصة الكويت سريعا ننتقلوا إلى استيديوهاتنا في برصة الكويت ليوافينا من استيديوهاتنا في برصة الكويت زميلي عايد عايد نسيك الله بالخير وضعنا في الصورة في هذه الجلسة الخضراء مساء الخير يوسف مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم رغم اللون الأخضر يوسف لكن هناك ضغوط بيعية واضحة على معظم الشركات القيادية حتى في هذه الأثناء هناك بيع واضح على أكثر من شركة قيادية وسوف تتراجع في نهاية هذه الجلسة كذلك في شركات المضاربية بكميات بسيطة جدا تحولت إلى المنطقة الخضراء مما أثر بالإيجاب على حركة المؤشرات يعني كالتجاري لصعود مؤشر السوق الرئيسي بقوة نسيجه التجاري وكذلك بعض الشركات الخاملة بصعود جدا طيب ولكن ككل هناك ضعف يكتنف السوق والسولة حاليا 30 مليون لذلك واضح من السولة أن هناك ضعف وعزوف واضح من قبل بعض المحافظة التنديق الاستثبارية حتى لهذا اللون ولكن اللون أخضر قير مقنع حتى هذه اللحظة للقصر السولة متى بعد السولة أعتقد الوضع سي تغير تماما سنشوف معكم مشاهدين الكرامة فلت تمت في هذه اللحظات سنشوفوا الوضع العام الذي آلت إليه هذه الجلسة في نهايتها وأعتقد أنه يمكن أن يكون تباين في أداء المؤشرات تتوقع أن يكون تباين في أداء المؤشرات خاصة لشركات القيادية اللاحظ مشاهدين الكرامة ما ذكرنا فعلا هناك تباين لأداء المؤشرات تحول المؤشر السوق الأول إلى المنطقة الحمراء متوقع مشاهدين الكرام متوقع هذا الأمر ثلاث نقاط فاصل تسعة لكن السوق الرئيسي لأرتفع أكثر 44.18 نقطة والسوق العام ست نقاط وستولة 33 مليون الوطني تراجع خمس فلوس والخليج تراجع فيلز وبيتك ارتفع فيلز ولاحظ بغية الشركات الأخرى مشاهدين الكرام تراجع التراجعات واضحة في نهاية هذه الجلسة لذلك واضح الرؤية اليوم بأن الضغوط البيعية وستمرنا مشاهدين الكرام على معظم الشركات القيادية وهذا الأمر أعتقد أنه مزعج كثير للمتداولين يعني لاحظوا لما لاحظوا الوطني لما لاحظوا الخليج لما لاحظوا بيتك لما لاحظوا ببيان عليهم ضغوط بيعية كبير جدا وكمية تداول يعني لا يستهم فيها يعني تأثر شوية على نفسية المتعاملين في البورصة وهذا دليل واضح مشاهدين الكرام أو الدليل الواضح من خلال السيولة المتراجعة والمتناقصة إلا 33 مليون و222 في هذه اللحظات أما بالنسبة للمشاهدين الكرام فنلاحظ بأن يعني الوطن يمتداول مليون 2845 الخليج يتراجع بفلس في هذه الجلسة بدأتها 19 مليون 705 الأهلي اليوم صعد 8 فلوس مشاهدين الكرام 4 مليون 662 الدول اللي استغر في نهاية المطاف فيما برقان في المنطقة الحمراء بيتك يعني بالكاد تحول إلى المنطقة الخضراء يعني بعد أن وصل 708-709 رد برة ثانية 705 رد برة ثانية 706 بإغفال المزاد معروضا في هذه الأثناء بنك بوبيان كذلك نفس الحال مشاهدين الكرام بفلس تراجع الكويتية بفلس صعودة الاستثبارات الوطنية فلسين مشاريع تراجع فلس أرزان بخمسة فلوس ارتفاعا تراجعا أسف عيان كذلك فلسين تراجعا الامتياز 3.3 تراجعا عقارات الكويت صعودة فلسين الصالحية العقارية تراجع 3 فلوس المباني 7 فلوس التجارية العقارية كذلك مشاهدين الكرام نشوف بفلس صعودة الصناعات الوطنية تراجع فلسين كيبلات بـ 13 فلس ارتفاعا 26 فلس ارتفاعا بوبيان بتكماويات بفلس صعودة في مزين مستقرة ويومنسوفت المتراجعة والافكو بثالث فلوس ارتفاعا الجزيرة بـ 10 فلوس جي أف إيش دخول غوي جدا لجي أف إيش دخول غوي جدا مشاهدين الكرام لجي أف إيش وتحول إلى المنطة الخضراء بفلس في نهاية الجلسة طبعا هو أخضر ولكن صعود غوي جدا تم في نهاية الجلسة بنكوربا المستقر ستي سي بفلسين وميزان بـ 26 فلس يعني اليوم الأفضل والأبرز المشاهدين الكرام السفن 26 فلس تقريبا صعودها مرسا بالأمر الهيين ستي سي فلسين وميزان 26 فلس والبورصة 11 فلس والغانم يتراجع 5 فلوس وبيوت تتراجع 7 فلوس في نهاية هذه الجلسة لو نلاحظ مشاهدين الكرام بقية الشركات ووضعية هذه الشركات نجد بأن بعض الشركات تراجعت تراجعات أمامتنا غير مبررة في هذه الجلسة بعد تداولات جيدة في الأيام الماضية أو وصلت إلى قاعان مفروض ترتد من هذه القاعان لكن أكملت مسيرة التراجعات عند التجاري اليوم 15 فلس صعودا وأثر بالإجابة على تحرك موشر وارتفاع موشر السوق الأول بـ 681 سهم لا يوجد شيء أما الخصوصية فارتدت في هذه الجلسة بفلس ونصف الفلس بعدها وصلت إلى مستوى جدا وتدنية مساكن ودلقان بتراجع لكن اليوم عندي العيد اليوم تقريبا 211 أو 212 لكن تراجع وقفل على 282 نفس استغرار ثرية بفلسين عمار 5.5 وإيفا التي تراجعت أثناء الجلسة مشاهدين الكامل ارتفعت اليوم بفلس مع نهايتها والبيت بـ 14 الفلس والمركز المالي بتراجع فلسين وكميفك بفلس ارتفاعا الأولى بتراجع والخليجي يرتفع فلس في نهاية المطاف بيان كذلك التي تراجعت اليوم فلس وستة تعشار الفلس لبيان كذلك نلاحظ كامكو المتراجعة بـ 14 الفلس ويكاب بـ 3 فلس تراجعا ونلاحظ كذلك مدار المتراجعة والديرة بـ 4 فلس وصفات 18 الفلس لكن عندي صكوك ونور والإماراتية جبيحة في المنطقة الخضراء فيما راسيات اليوم 380 سبوع الماضي راسيات كان 360 اليوم تكلم عن 380 نشاط قوي جدا لراسيات أما كوتل التأمين في 14 فلس وأهلية التأمين 25 فلس وربا للتأمين 3 فلس اللي عادة 9 فلس وأولى تكافل 13 فلس اليوم شركات التأمين جميحة متعلقة وهي لها تأثير إيجابي على مؤشر السوق الرئيسي لذلك أتت الشركات اليوم شركات التأمين أو نستطيع أن نحط عنوان اليوم للسوق ككل شركات التأمين ترفع مؤشر السوق الرئيسي مع طبعا التجاري وثاقة المتراجعة وكذلك الوطنية العقارية والتمدين العقارية جميعهم على تراجع وكذلك عيان العقارية في معقار وبارتفاع مع مزايا العقارية بتراجع وكذلك تجارة المتراجعة أركان وأرجان ومنشآت ومدينة الأعمال وكذلك منازل ومراكز وسبنت الكويت وبورتلند جميعهم في المنطقة الخضراء لو نلاحظ أن نجد أن الورقية اليوم في المنطقة الحمراء مع معادن والسكب وأسيك اليوم ترتد بعد الثبات في الأيام الماضية نرى الضغط البيعي حاليا لمشاهدين الكرام على بنق الخليج بنق الخليج يعني حاليا تداولة 14.55.5 مليون يعني تداول كبير جدا جلتي اليوم نشطة كانت في بداية الجلسة لأنا قلت مرني يا جلتي بالصفقات كانت نشطة اليوم مشاهدين الكرام جلتي وكانت صارت إلى مستوى تقريبا 85.84 لكن تراجعت وأقفلت في منطقة الخضراء بفلس لكن 280 عندي وطنين مواد البناء بارتفاع مشاهدين الكرام لكن المعدات المتراجعة استهلاكية ترتد بفلس والسينما ثلاث فلوس ارتفاعا وسبما السينيرجي والتنظيف وعربي غابضة التي تراجعت اليوم 13 فلس أريدو والرابطة بتراجع لكن عندي الأنظمة عندي نابسكو وثلاثين فلس كذلك شركة خاملة شوف الشركات الخاملة كذلك تلعب دور في ارتفاع الموشن الموشن يوم صعد 44.8 شركات التأمين والشركات الخاملة نستطيع أن نقول هذا العنوان ككل المعامل والتخصيص بارتفاع وكذلك امتيازات التي صعدها 8.9 ب57 سهم نلاحظ آبار اليوم 4 فلوس بعد إعلانها عن توقيع عقود مع شركة نفط الكويت بها حوالي 34 مليون إيفا فناتق بصعود 4 فلوس المشتركة 8 فلوس والنخيل 8 فلوس وأسس 6 فلوس ويوباك طبعا لو نتكلم عن هذه الشركات نجد بأن كمية التداول ضعيفة للغاية ضعيفة للغاية وهي شركات منذ السعود قوي جدا أسس 6 فلوس فاصلة 1 ب649 سهم يوباك 15 فلوس ب70 ألف سهم يعني شركات خاملة مثل امتيازات 8 فلوس فاصلة 9 ب57 سهم هذه الشركات الخاملة مشاهدين الكرام دفعت المؤشر كذلك للسعود نشوف معاكم أولى وقود المستقرة فيما مشاعر وانبرد على تراجع مندزهات بعشرية الفلس السور بتراجع فيوتشر كيد وجياد على استغرار المواشي بفلسين صعودا فيما الغابضة المصرية المتراجعة وانفست بصعود فلس بعد أن كان صعد أثناء الجلسة أكثر حوالي 4 فلوس ونصف أو 5 فلوس المنار وشمال الزور المستقررين فيما جي تي سي المتراجعة بفلسين مع نهاية هذه الجلسة ننهي هذه الجلسة مشاهدين كانوا بسكرنا خلاص على تراجع مواشر السوق الأول ثلاثة نغاط وثلاثة عشر النقطة مواشر السوق الرئيسي بارتفاع 44 نقطة فاصلة ثمانية مواشر السوق العام بستة نغاط خضراء بسيولة 34 مليون وخمسمية وستة وسبعين يعني ما زالت السيولة مشاهدين الكرام دون الطموح ومتراجعة بصورة ملفتة أمانة في العاونة الأخيرة لذلك غابة السيولة قابة صناع السوق قابة المحافظة الصنديق الاستثمارية ومشاهدين الكرام في الفترة الماضية مما أدى إلى تراجع السيولة بهذه الصورة لكن في المقابل نجد بأن بعض المضاربات على بعض الشركات وكذلك تحرك بعض الشركات الخاملة أنغذ المؤشر السوق الرئيسي من تراجعات في هذه الجلسة لكن نساء الله نقول إن شاء الله في قادم الأيام تتحسن الأمور الأفضل ونشوف وضعية أكثر إيجابية لكثير من الشركات الغيادية وكل الشكر لك يوسف وكل الشكر لمشاهدين الكرام كل الشكر لك يا عيد على هذا الإضاح وبالفعل يعني دقائق معدودة أقل من أربع دقائق كان السوق مكتسي كلها في اللون الأخضر المؤشرات عندنا كلها الثلاثة كانت مكتسي باللون الأخضر وبالفعل يعني مع أغلاق باب التداول لاحظنا بالفعل صار في تباين واضح السوق العام أخضر السوق الرئيسي بلون الأخضر السوق الأول اكتسى باللون الأحمر فهي جلسة ليست خضراء تماما بالكامل ولكن هي جلسة متباينة لكن مشاهديننا يعني دعونا نلقي نظرة سريعة يعني على أعداء أسواق المال العالمية أيضا لها دور فعال في عملية التداولات في أسواق البورصات العربية أو الخليجية الأسبوع الماضي نجد أن التباين هو سيد الموقف في حركة الأسهم الأمريكية خلال التدولات الأسبوع الماضي وسط مراقبة حذرة لمعدل التدخم فضلا عن ترقب نتائج المالية المتوقعة الكبرى في الشركات التشغيلية نتابع وياكم هذا التقرير من مراسلنا في نيويورك أسامة عبدالعزيز وأعود لكم مرة أخرى تباطأ مقياس التدخم المفضل للبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي خلال الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات حيث انخفضت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى إثنتين وستة من عشر بالمئة في شهر مايو وهي أدنى وطيرة لنمو السنوي لمؤشر التدخم منذ مارس من عام 2021 لكنه يظل أعلى من المستوى المستهدف من قبل صناع السياسة النقدية عند إثنتين بالمئة تعمل الاقتصادات في البلدان المتقدمة بشكل جيد منذ بداية السنة ونتوقع خفض السياسة النقدية تدريجيا والتي ستساعد بشكل كبير في زيادة الإنتاج العام القادم وقد أنهت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تعاملات الإسبوع متباينة لكنها حققت مكاسب شهرية ونصف سنوية حيث انخفض مؤشر دوجونس الصناعي بنسبة واحد من عشر بالمئة خلال تعاملات الإسبوع الماضي ليغلق عند مستوى تسعة وثلاثين ألف ومائة وواحد وعشر نقطة وانخفض كذلك مؤشر استيندر أمبورز الأوسع نطاقا بنسبة واحد من عشر بالمئة ليغلق عند مستوى خمسة آلاف واربعمائة وستين نقطة أما مؤشر النازك المجمع فحقق مكاسب خلال الإسبوع بنسبة خمسة وعشر من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى سبعة عشر ألف وسبعمائة واثنتين وثلاثين نقطة بعد دورة رفع أسعار الفائدة تغيرت البيئة المالية العالمية وقد تظل معدلات التضخم والفائدة مرتفعة لبعض الوقت لذلك لا يزال السوق بحاجة إلى الاستعدادات لرؤية المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة من الوقت وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت عن انخفاض عدد طلبات إعانات البطالة بمقدار ستة آلاف طلب خلال الإسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من شهر يونيو حيث يراقب المستثمرون وسناع السياسة النقدية بيانات إعانات البطالة بحثا عن علامات على وضع سوق العمل والذي يساهم في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة تباينة المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإسبوع متأثرة بحالة عدم اليقين والبيانات الغير متوقعة من الشركات الأمريكية لبرنامج المؤشر أسامة عبدالعزيز تلفزيون دولة الكويت على شاشة تلفزيون الكويت برنامج المؤشر يرصد لكم أخبار الشركات ونتائجها المالية أولا بأول نتابع ونراقب ونناقش أحوال المؤشرات مع نخرة من المختصين في عالم الاتصال المساطين 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 الكرار يعني مشاهدين القيم المتداولة أو السنو النغدية الإجمالية لهذا اليوم 34 مليون وجلسة الأمس الحمراء بالفعل كانت 37 مليون يعني ومثل ما ذكر زمين عايد أن الجلسة هي جلسة بيعية بالنسبة للمتداولين في هذا اليوم اليوم الأول من تداولات بورصة الكويت في الربع الثالث مشاهدين ولتسيط المزيد من الضوء على أداء السوق الكويتي يسعدنا أن ينضم إلينا من البورصة المحل الألماني لأستاذ حسن بمجداد أستاذ حسن بعد التحية تقييمك اليوم على أداء السوق في أول جلسة بتدولات الربع الثالث من هذا العام أرحب فيك أخو يوسف وبإخواني مشاهدي تنزيل الكويت طبعا لننظر إلى شهر يونيو أخو يوسف وأداء السوق الكويتي وأسواق الخليج طبعا أداء السوق في شهر يونيو كان سلبي تقريبا 1.8% يعني طلعنا بإخفال شهري تقريبا طول الشهر كانت هناك انخفاضات في السوق الكويتي طبعا تخلل هذا الشهر عطلة عيد الأضحى المبارك أسواق أخرى في الخليج سوق القطري على العكس سوق الكويتي تقريبا 18 جلسة من الارتفاعات في شهر يونيو تقريبا طوال شهر يونيو بارتفاع فنشوف اتجاه السيولة في أسواق خليجية كذلك السوق السعودي حقق 4% في الشهر الماضي طبعا الأسباب بالخفاض السوق الكويتي أولا هناك سبب فني يعني السوق سلبي من ناحية الفنية بمعنى أن السوق يعطي قمم هابطة اصطدم بقاع تقريبا السوق الأول 7507 كان قريب من القاع اللي حققناه في شهر أبريل 11 أبريل 7500 و11 أدنى منه بقليل ارتد ارتداد طفيف لكن للأمانة أخو يوسف السيولة وضع قيمة تداول ما تعطي قوة دافئة على السوق وخصوصا السيولة اللي نشوفها على الأسهم القيادية البيتك الوطني نشوف عمليات مضاربية تميل إلى الاتجاه الأفقي الأمر الثاني الأقصاد الكلي نشوف يعني البيانات التضخم الأمريكية كما ذكر التقرير وخصوصا بيانات سوق العمل نشوف فيها تباين في التوقعات توقعات جي بي مورغان توقعات سيتي بانك نشوف فارغ بمئة ألف وظيفة في التوقعات طبعا نحتاج إلى تغير البيانات يعني الآخر البيانات كانت إيجابية وهناك تفاؤل بأن يكون هناك خفض للفائدة في شهر سبتمبر وفي شهر ديسمبر ولكن هناك أرقام يريد أن يصل إليها الفيدرالي فنشوف تضارب التوقعات من فترة إلى أخرى نشوف المستثمير الجانب ينتظرون هذه البيانات ونشوف بط في التداولات انتظارا لهذه البيانات فهذه الأمرين نشوف ألقوا بضلالهم على سوق الأمر الثالث أخي يوسف الوضع الجيوسياسي طبعا شفنا في الشهر الماضي في هذا الشهر كذلك موضوع التطور في حرب غزة وإمكانية دخول لبنان في حرب فنشوف كذلك انتظار وترقب عزوف عن تداول في بعض الجلسات بسبب هذا الأمر فهذه العوامل الثلاثة كانت ضاقطة على سوق في الشهر الماضي ونتمنى إن شاء الله في بداية هذا الشهر ومع دخول شهر يوليو طبعا هناك أعتقد عطلة في الأسبوع المقبل كذلك قد يكون هناك تأثير طفيف على السوق بسبب هذه العطلة أعتقد يوم الأحد أو الأثنين القادم رأس السنة الهجرية نعم نعم استاذ حسن بالفعل أنت ذكرت هذا الشيء وأيضا زميلنا عايد ذكر هذا الشيء لا توجد صورة واضحة على تداولات المستثمرين اليوم في شكل عام وأيضا المتداولين في بورصة الكويت يعني من وجهة نظرك لاحظنا أن أكثر الأسهم بالنسبة لارتفاع أسيولا النغدية بنك الخليج بيتك بنك الكلوات الوطني القطاع المصرفي بيوت إيفا هم أيضا في الأسهم المرتفعة السيولة فيها ولكن نرجع نظرك أي الأنظار اليوم اتجهت للمستثمرين اليوم في الأسهم هل الأسهم الكبيرة أو الأسهم الصغيرة سؤالك جيد أخي يوسف طبعا القطاع البنكي قطاع واحد فرصة للنمو يعني من ربع إلى ربع نشوفها بارتفاع ولكن هناك انتظار للبيانات المالية السؤال هل هذه الأرباح التي تأتي القطاع البنكي هل هي من ارتفاع هامش الفائدة يعني بمعنى هل ارتفاع الفائدة أثر بشكل كبير على الربح التشغيلي للبنك أم هذه الأرباح تأتي من انخفاض مخصصات وزيادة عمولات هناك أسهم أخرى أخي يوسف تتحرك منفردة غير القطاع البنكي نشوف الشركات المقاولات في هذا الشهر يعني حققت ارتفاعات جيدة مثل السفن والمشتركة سهم ووصولها إلى قاع تقريبا في هذا الشهر دينارين ونص أو دينارين وخمسمة واربعين الأمس شفنا ارتداد قوي على هذا السهم ووصولها إلى دينارين وثمانمية فلس فعلى هذه الشاكلة أسهم أخرى منفردة نشوفها تتحرك في هذه الفترة وهناك انتظار وترقب للبيانات المالية وخصوصا للقطاع البنكي شركات اتصالات وفرص النمو المضغوطة على شركات الاتصالات ودخولها في شراكات جديدة مع بنوك وغيرها هل هذه الشراكات سوف تدفع الأرباح للنمو بشكل كبير هذه الأرباع أم ستكون هناك النطاقات محدودة لهذه الاتفاعات فهذا ما سوف نقرأ في البيانات المالية للربع الثاني في الفترة المضملة أستاذ حسن سريعا سؤالنا الأخير من وجهة نظرك ورأيك الشخصي دخلنا اليوم في تداولات الربع الثالث في برصة الكويت يعني توقعاتك هل تكون هذه الدولة بإندلة هل ستكون إيجابية أم سلبية بعض الشيء ونقدر نقول الأعذار اللي فيها نقدر نقول أن أغلبية في فترة الصيف الناس مصافرة واللي ما أخذ إيجازات شونا توقعاتك في الربع الثالث طبعا نحن في بداية الربع الثالث أخي يوسف وستمر فترة طويلة تقريبا ثلاثة أشهر على أغفالات هذا الربع سيمر هذا الربع بأحداث كثيرة بس إن شاء الله يعني بعد عودة الناس من الإجازات وعدم وجود تغيرات من الناحية الجيوسياسية إذا كان هناك توقعات كبيرة بخفض سعر الفائدة في شهر سبتمبر أعتقد سنرى تداولات أفضل في الربع الثالث من هذه التداولات وخصوصا مع وصول كثير من الأسهم إلى قيعان وأسعار متدنية وفرص لشراء بعض الأسهم أعتقد عند ثبات الأمور الوضع الجيوسياسي وتحرك صناديق ودخول السيولة الأجنبية قد نرى أداء أفضل في الربع الثالث من الربع الثاني نعم كل شكر لك المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد شكرا نجزلك مرة أخرى على هذه المعلومات حول هذه الجلسة إذن مشاهديننا جلسة أولى تعتبر في هذا اليوم وهي جلسة شهر يوليو وأيضا الجلسة الأولى من تدولات الربع الأول ولكن كانت جلسة متباينة في الدقائق الأخيرة نتمنى بإذن الله أن تكون في الجلسات المقبلة الإيجابية في شكل عام على جميع القطاعات والمؤشرات والأسهم نتمنى لكم متابعة ممتعة ونلقاكم بإذن الله في الصباح الباكر في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة